بشرفنا دلوقتي زميل عزيز محمد الباز عشان يتكلم بقى على أرقام الأهل وبرية محلة في مباراة اليوم نورنا يا محمد مساء الخير كابتناي من نور حضرتك يعني عمسك من كلام حضرتك اللوحة النهاردة بنلعب قدام أضعف فريق من ناحية الدفاعية ستابل 26 هدف ودائما فيه تناقض يعني برضو هدف الدورة زي ما حضرتك قلت كده يعني برضو من بلدية المحلة حسام أشرف فبتمن أهداف ولكن يعني خلينا نبص حنبص على الأرقام بس قبل ما نخش في الأرقام دايما بناخد حاجات في الاعتبار بمعنى الموضوع كله ماشي إزاي بلدية المحلة آخر ماتش لعبته في الدورة زي ما حضرتك وصفته كده كان يوم 28 نوفمبر يعني تلات شهور زي ما احنا بنقول ده بتكلم على النادي الاهلي فالنادي الاهلي من يوم 28-20-11 ما لعبش في الدورة بالتالي هو دخل في أجواء مختلفة بطولات مختلفة طيب البطولات دي الحتة التنفسية أو الجزء التنفسي فيها أعلى بكتير صحيح الخصم أعلى برضو مختلف الأجواء مختلفة الأجواء مختلفة السفر وأفريقيا وهكذا فكل ده لازم ناخده في الاعتبارات صحيح ده بدينا رقم إيجابي لو احنا نتكلم على رقام عند النادي الاهلي إن هو بلا خسارة على المستوى الأفريقي في تشابونسليج أفريقيا حتى في الدورة الممتاز في الست مباريات زير وخسارة صحيح فده رقم إيجابي جدا عند النادي الأهلي لازم ناخده برضو في الاعتبار في ظل الأجواء اللي احنا شايفينها دي حلعب خصم النهاردة أضعف خصم من ناحية الدفاعية أكتر فدي استقبل أهداف زي ما قلنا ولكن هو أمام الفرق الكبيرة بيكون فيه تحفزات كبيرة عنده يعني شفناها فاز على فيوتشر 1-0 آه وخسر بالنتائج 3-0 وخمسة 3-0 من سرميكة 3-0 من أمبي وآخر 6 مباريات عنده في الدوري أربع خسائر وفوز وحيد اللي يعني بتاع فيوتشر 1-0 و1 تعادل فالأرقام أو النتائج عنده مش ماشية كويس يعني حتى على مستوى بطولة الكسر ربطة عنده خسارتين وكان فوز واحد في آخر كم لقاء وخرج يعني كان بضو وعنده رقم برضو يعني تحس أنه برضو يعني فارق شوية يعني هم مثلا لعبوا 13 ماتش في المركز الثلاثاشر آخر خمس ماتشات دخل فيهم 13 جول مزبوط فالرقم 13 عندهم يعني صعب شوية مسمع شوية مع فبالتالي لا إحنا عايزين نقول إن الخصم برضو مستهل لازم ناخد كل الحاجات دي كلها في الاعتبار والأرقام آه بتطمننا شوية ولكن بزي أرض الأرضية الملعب هي وزي ما حددتك قلت بيلعبوا فلسفة مختلفة يعني ما حدد رؤوف 4-2-3-1 طريقة اللعب هنشرح كل الكلام ده بس خلينا نبص مش عامل مقارنة مش مقارنة خالص ما بين الناد الأهلي وبلدية محل في الدوري ولكن هنبص على أرقامهم مزبوط ماشيين إزاي ونشوف متوسطات المباريات بالمباراة عاملة إزاي عشان من هنا هنقدر نشرح الجزء الفني ماشي إزاي زي ما حضرتك قلت هو الأهلي لعب لحد الآن ست مباريات بلدية محل لعبت 13 مباراة الأهلي عنده 4-2 تعادل إحنا دايما نكون عايزين نكسر سلسلة التعادل وده حصل في الماتش الأخير بتعمدياما يعني أنا بتكلم بـ overhaul على النادي الأهلي فمتكلم إحنا 4-0 خسارة حتى الآن و2 تعادل النادي بلدية محلة لعب 13 مباراة 3-6 خسائر و4 تعادلات بالنسبة للأهداف الأهلي أحرص 12 هدف في الـ 6 مباراة يعني معدل تهديفي كويس جدا متجايد جدا هدفين بالمباراة بالنسبة لبلدية المحلة 16 هدف وده كابتن أيمن زيما حضرتك قلت عندهم من ناحية الهجومية تمتاز شوية يعني أحسن من ناحية الدفاعية ما عندهش البالانس أو التوازن والدليل على كده هو هدف الدوري 8 أهداف يعني معدل 1.2 يعني بالمباراة الوحدة في ناحية الهدف الـ XG عندهم عالي على فكرة يعني يصل لـ 23 هدف في الـ 13 مباراة معدل هدفين لأن عندهم نسبة هم الجانب الهجومي يعني بالنسبة لهم كويس كويس النادي الأهلي طبعا 16 هدف في الـ 6 مباريات ده رقم كويس جدا لأن النادي الأهلي من أكتر الفرقة طبعا لأضاعة فرص وخلقة فرص وعلى الصعيد المحلي أو حتى الصعيد الإفريكي خلينا نكمل ونشوف حتى بقى من ناحية الهجومية عموما الركنيات بقى متكلم 54 ركنية عند بلدية المحلة في الـ 13 مباراة أربعة دي نقصد بها هنا في المباراة الوحدة يعني يصل لأربع ركنيات في المباراة متوسط تقريبا بالنسبة لنادي الأهلي بيصل لتأمى الركنيات في المباراة الوحدة عشان كده لما هنيجي نقارن هنقارن بمتوسط المباراة مش هنتكلم بالتوتل لأن التوتل حتى لأهلي متفوق يعني 48 في الـ 6 مباريات هناك 54 فإحنا ناحية الهجومية عندنا عالية جدا صناعة الأهداف عندنا اللي هو الأسيست 11 مقابل 11 حدثك برضو بنأكد الكلام أن هم من ناحية الهجومية بيمتازوا شوية بصناعة الفرص والوصول للمربع حتى التمريرات المفتاحية الكي باصس عندهم بيصلوا ولكن يعني بيصلوا سبع تمريرات مفتاحية في المباراة الوحدة ده برضو رقم لازم نقف عنده ناخد بالنا بلدية المحلة قد يخطف أو قد يصل أو قد يهدد وقد يسدد أو يعمل ركنيات نادي الأهلي طبعا بيصل لعشر تمريرات مفتاحية في المباراة الوحدة يعني عمل 62 تمريرة مفتاحية وصلنا بها لمرمى الخصم في الست لقاءات إجمال الفرص يعني فيه بيعملوا بيوصلوا 8 فرص في المباراة الوحدة بالنسبة للنادي الأهلي عشر فرص عمل 73 فرصة في الست لقاءات أما هم طبعا عملوا فرص كبيرة جدا يعني عايزة أقول لحضرتك أن النادي الأهلي من أفضل الأندية في الدوري من خلق الفرص الحقيقية الحقيقية يعني احنا بنتكلم هو بعد بيرامتز طبعا بيرامتز هو طبعا أفضل فريق من أحياء التهديفية في عدد المباراة اللي هو لعبها يعني أعتقد عشر مباراة فيه 28 فرصة محققة لبيرامتز ثم تأتي سيراميكا 26 فرصة طبعا عدد مباراة أكبر صحيح بس أنت ألقاي بالزبط ولكن الأهلي الأهلي بنكلم فيه من 10 إلى 12 فرصة محققة كابتن أيمن في الست لقاءات ده تزديدات على المرمى برضو بنوصل لـ 28 تزديدة بنوصل لدقة حتى 32% بالنسبة ليه بلدية محلة 49 تزديدات بالمباراة أربعة وبالنسبة للعرضيات احنا من أكتر فلال بتعمل كرصات وعرضيات ولكن الدقة شوية إزاي نستغلها بشكل أفضل ده بالنسبة للناحية الهجومية بالنحية بقى الاستحواز والناحية الدفاعية لو حنفصل بقى الأرقام ونشوف بقى البلد أب عندهم دايما بيبدأ من السيرب بكات وممكن نبص عليها مع التشكيلة بيعملوا تمريرات عدد تمريرات مش كبير جدا استحواز عندهم بيصل 52% احنا 56% وبنصل 60% على فاكرة في الدورة في الست لقاءات اهو التمريرات عندهم التمريرات بالمباراة 342 تمرير يعني بالدقة 9 صحيح الدقة عندهم مش أحسن حاجة لأن عندهم يا كابتن دايما السيرب بكات في البلد أبحث عندهم بيعملوا الباك باصس أو الباصات الجانبية مش الفرود باصس ما هو الفريق ومعظمة بتطاعة أو الستة ومعظمة بتطاعة عندهم مسباس كتير وحنقرض حتى لو عندنا وقت خسارة الكورة بيخسر الكورة بشكل كبير جدا وعندنا خريطة حرارية بتوضح التمريرات الطولية بلعب الجول التمريرات الطولية بشكل كبير جدا 48 تمريرة من نوم 18 بشكل صحيح دقة 39 أما احنا النادل أهلي في البلد أب حتى في اللونج باصس بنعملها بشكل كويس جدا 17 صحيحة نسبة دقة 48 في المائل استقبله 26 احنا استقبلنا 4 احنا أفضل فريق من ناحية الدفاعية حتى في الست مباريات الاهداف المستقبل المتوقع قد يدخل مرماهم 44 هدف وده عندهم مشاكل كبيرة جدا في التمركز وفي الرقابة وفي كل حاجة احنا شفناها في المباريات الأخيرة أمام سراميكا حتى النادي الأهلي قد يصل انه يدخل في مرماه عشر أهداف وده بيدل ان احنا عندنا طبعا دفاع كويس وحارس مرما كويس فيه تصديات عالية جدا شباك نظيفة اتنين من الستة هم عندهم ثلاثة من العدد المباريات عندهم الثلاثة ده الناحية الدفاعية وده الناحية الهجومية بتدلل بالأرقام دي المعادلة التهديفة عندنا أو حتى عندهم مشاكل في الدفاع خسارة الكرة عندهم كابتن في التلت الأوسط بشكل كبير جدا يعني بيصل لتلتاشر في المية حتى بشكل كبير جدا بيخسروا الكرة البور ريكافريا والاسترجاع الكرة عندهم مش عالم بياخده طويل جدا أمانات الأهل بيمتاز في الحتة دي بشكل كبير جدا وعندنا الضغط حتى العالي ونتميز به إن شاء الله النهاردة يعني نشوف شكل تاني بإذن الله السنسي بتاع الدوري يرجع تاني إن شاء الله ربنا ونحقفوز إن هو نحط المكان إن شاء الله ربنا نستغل بقى إن شاء الله الفواري الفنية اللي بيننا وبين بلدية المحل شكرا يا باز متساكرين جدا من نورتنا